انا اكتر نتكلم عن بطن الحوت عاملة دور عظيم وقدام عمالقة في التمثيل ويعني لا كلميني الاول عن اول ما الورق كده جالك والشخصية بطيتي تقريها تخيلتيها ازاي وحضرتي ازاي للدور ده مش هقولك على حاجة هو اولا هو فيه عظماء بس انا مش عاملة دور عظيم ولا يعني انا لسه لا ما انا تواضع بقى بس حقيقي اصلا يعني لما تجيبيني قدام فراج وباق بسم صمرة يعني ما بدل بقوله واجات قولي لي انا عاملة دور عمال بسم صمرة لا ده كده كده ده مش هينفع حاجة يعني مش هينفع نتكلم فيه اه لا رهيب رهيب انا الكلام ده تقريبا حصل من سنة يعني جالي الورق ام وقريته كله ام او قريت لغاية الحلقات اللي كانت موجودة ساعتها وعارف ابو سين في اوقات بيجي لك ورق وانت بتقري انت قريدي بتديتي تشوفي انا بحب الانواع دي من الاضبار هتخيالي الدنيا ماشية زي انا قريدي انا كده كده انا بتيتي تشوف هي عاملة ازاي هي شكلها عاملة ازاي هي وشها يعني الحبوب اللي في وشها فيه كل التفاصيل يعني كل اللبساها شكلها ماشيتها ام فده لما يعني في الاول خالص لما جاي الورقه بعد كده كنت متحمسة قوي بس يعني مش متحمسة لهو اه نقدر عمل ده لا بس لهو يا لهوي انا هموت بعمل ده بس عارفة هعملو ازاي يعني برضو يعني متحمسة ومرعوبة في نفس الوقت اللي هو يعني اه لو في اكتر من مرعوبة كاب واحنا خليني خليها مرعوبة خليها مرعوبة دير اعظمة وكده في خليني اقلم المرعوبة شوي بس وبعد كده قعدت مع أستاذ أحمد فاوزي صالحي والمخرج المؤلف وقعدت معي مرتين قبل ما يعني نستقر على انه أنا هعمل الدور وطريقة كلامه بس مش عني ولا عن الدور بس طريقة كلامه عن اللي هيحصل او فكره وتحضيراته والدراسته والكتابته وعاست لو أرجوك أنا عايز أكون في العالم ده بأي شكل من الأشكال شفتي منا إزاي يعني منا عايشة في وسط مجتمع خلينا نقول إنه هو موجود موجود يعني واقع وبيحصل بس مجتمع اللي هو كله تناقضات وتجارة مخدرات ومش عارفة إيه وفي نفس الوقت اللي هو لا أنا بخدر شغل والبيزنس بتاعنا بس إحنا بنصلي وبنرعي ربنا حاجات كده اللي هو ملخبطة ومش عايزين نقول إنه هو من يعني أكيد طبعا المخرج بيضيف وخيال المخرج لازم يتدخل بس إحنا سمعنا إنه هو قصة حيائية based on يعني قصة حيائية وده بيحصل كده كده في مجتمعنا بس إنتي عمرك مقابلت حد زي منا في حياتك مثلا إزاي عرفتي توظفي إزاي عرفتي تخشي جوه منه وتطلعي كل الأحاسيس اللي جواها ماشي أنا أقولك على حاجة ممكن تبقى حاجة راندم يعني بس أنا أصلا من المينيا أكدع ناس أكدع ناس هم مينيوية الستات بتاعتهم قادرين كده شوه يعني فأنا أصلا من المينيا وممكن تبقى حاجة بعيدة قوي نحن نربو تلتين ببعض لأ بس الجينت موجودة بقى هي مش من المينيا هي مصر القديمة بس أعتقد إنه إن أنا عشت في المينيا فترة طويلة قوي من حياتي خلاني غير الناس اللي بس طلعت في القاهرة في مجتمع معين يعني أنا طلعت في المينيا وكأني شفت شرائح من المجتمع بشكل مختلف بأشكال كتير قوي ومعيشتش برضو على طول في القاهرة يعني سفرت بره بعد كده رجعت ده إيه علاقته كله بمنا؟ علاقته إنه أنا ما قابلت ناس كتير قوي وأكتر حاجة باستمتع بيها مقابلة الناس اكتشفت حاجة يعني إنه عمق أي إنسان أي كاركتر تقدري تلعب بيها هو في عمق الإنسان اللي أنت بتقابليه قابلت ناس كتير قوي وأنا منهم أنا حد من الناس اللي هو أنت تقولي زي عرفتي تتعمكي في شخصية منها ما أنا عيشت حاجات زي كده يعني عيشت في مثلا منها دايما منصاقف طريق معين وراء أهلها أهلها هما بي هي ما كانتش صاحبة قرارات ما كانتش عندها إرادة هي منزلقة طيب ما أنا عيشت أوقات كده في ناس عيشت كده المسلسل مش بس خير وشر ما هي منها مفروض من قطية بالناس بصي بتقلب إزاي في الآخر طيب ما هي الناس كده في الحقيقة الناس اللي إحنا بنشوفها هل أنت دايما ممكن أنت تبي إنسانة طيبة بس هل لي كي أوقات قصوة الدنيا بتخليكي ده موجود هي رد فعلي بيحصل أه ده موجود في البني أدين كلنا جوانا الخير والشر واحنا يعني بنتحكم في الموضوع ده ده موجود في الموضوع ده على قد ما قدر وأستاذ أحمد كان أمين قوي معي وكان بيشجعني جدا وكان بيديني هو مركز في كل التفاصيل فده كان بيخلي فيه غنى وكمان أعتقد تركيزي أنا مع البشر الطبيعيين في الحقيق يعني الواحد يركز كتير بتذكري طول ما أنت عايشة وبتتعرفي على ناس جديدة تبتدي اللي هو يعني تركزي معاهم بيئتهم بيتكلموا إزاي بيفكروا إزاي إيه الحاجات الدوافع لجواهم لكل حاجة كل زي مذاكرة وجزء من خلي بالك إحنا المسلسل ده يعني صورنا في خمسة سبعين لوكيشن حقيقي ما هو أنا لما كنت بصور في الأميرية أو مربع الرمش أو شئ التعبان ما أنا ما هي دي مذاكرة لا إشوا دكت جاب يعني حتى أنا بكقول مربع الرمش أو شئ التعبان ما هو إحنا نزلي ما هو ده جزء من إزاي أنا عارف أطلع ده ما أنا عايشة فيه عايشت سنة في الأماكن طبعا وده قريبا خلي الحاجة عندك طلعة خلاص بقيت في واحدة من المكان من الممتق